السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة كوروشي يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل غرزة جميلة جدا لعمل بلوزة صيفي. زي ما احنا شايفين كده الغرزة مفرغة وسهلة جدا وبسيطة. والبلوزة كمان طريقة عملها سهلة وبسيطة. الاول مرة تشوف عمالي ما تنسيش تدوسي على الزراء الاحمر الى تحت الفيديو. دوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. تتابع مع بعض الخطوات والادوات. زي ما احنا شايفين كده احنا هنستخدم ابرى رقم ثلاثة مع خيط هيمولايس وبرلوكس. زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا البلوزة شغلها من فوق لتحت. من فوق لتحت. زي ما احنا شايفين كده. ده شكل الجرزة بتاعتنا. طبعا ممكن ما تعمل لها الزرائر وتقفليها من تحت الابط. وممكن برضو تعمل لها زرائر زي ما هي موجودة في الصورة بالشكل ده. زرائر من الجنبين بدل الخياط. زي ما احنا شايفين كده. هي سهلة جدا وبسيطة بتعملي قطعتين. قطعة امامية وقطعة خلفية. والاثنين قد بعض تمام بنفس عدد الغرازة. عشان كده بقول لكم البلوزة سهلة جدا. انت بتعملي قطعتين. لو انت هتعمليها طويلة. يبقى هنشتغل على دوران الجناب. لو نقاط ميلة الجوزة الينا نشتغلها هي من مضاعفات العدد 10 زائد 1. يعني 10 زائد 1. يعني انا بعمل عشرة فعشرة فعشرة لحد ما بوصل عند المقاس المناسب و ازود جوزة. يبقى مثلا لو هتعملي ستين يبقى هتعملي واحد وستين غرزة. هتعملي سبعين يبقى هتعملي واحد وسبعين غرزة. هتعملي ثمانين هتعملي هتعملي واحد وتمانين غرزة. يبقى من مضاعفات العدد عشرة زائد واحد. انا هنا عملت تلاتين زائد واحد يعني واحد وتلاتين غرزة. انا ابتديت الغرزة بواحد وتلاتين غرزة حشو. واحد وتلاتين غرزة حشو. ونتابع مع بعض الخطوات. زي ما قلت لكم في بداية الفيديو السلاسل بتاعتنا من مضاعفات العدد عشرة. فاحنا بنعمل عقدة البداية بالشكل ده. وبنشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. كمان مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. بعد كده بنزود سلسلة لعشرة زائد واحد. وبنعمل سلسلة ارتفاع. بعد كده بنشتغل جرزة حشو فوق كل جرزة. جرزة حشو فوق كل سلسلة. لنهاية السطر. انا كده خلصت جرز الحشو واشتغل اخر جرزة. جرزة جرزة حشو. بعد كده ارتفع سلسلة ولف الشغل. واشتغل في نفس المكان جرزة حشو. ادي كده اول غرزة. التانية. التالتة. يبقى كده تلات غرزة حشو. بعد كده ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة الخمسة. وفي الستة اشتغل حشو. التانية التالتة الرابعة الخمسة. ارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة الخمسة. وفي الغرزة الستة اشتغل غرزة حشو. التانية التالتة. بالشكل ده. يبقى في البداية. في البداية تلات غرز حشو. في النهاية برضو تلات غرز حشو. استطرق اللي بعد كده ارتفع واحد اتنين تلاتة بمثابة عمود. ولف الشغل. واسيب غرزة الحشو التانية. وادخل في التالتة اشتغل عمود سلسلة. وادخل ااخد عمود سلسلة عمود. بالشكل ده. بعد كده واحد اتنين ثلاثة. واشتغل عمود سلسلة عمود سلسلة. واروح على جرزة الحشو واخد عمود. بالشكل ده. بعد كده اسيب غرزة الحشو التانية وادخل في التالتة. هي اخد عمود. واسيب غرزة الحشو الرابعة. واروح الخمسة واخد عمود. بعد كده سلسلة. وادخل جوه. هي اخد عمود. سلسلة. عمود. بعد كده واحد اتنين ثلاثة. ثلاث سلاسل. وكرر. هي اخد عمود. سلسلة. عمود. سلسلة. واجي هنا بغرزة الحشو واخد عمود. واسيب غرزة الحشو التانية وادخل في التالتة اخد عمود. واسيب غرزة الحشو الرابعة واروح للخمسة واخد عمود. واخد سلسلة. وادخل في الفراغ اخد عمود. سلسلة. عمود. بالشكل ده. بعد كده واحد اتنين ثلاثة. وكرر. عمود. سلسلة. عمود. سلسلة. عمود في غرزة الحشو. واسيب غرزة حشو. واروح لي الغرزة الاخيرة واشتغل عمود. بالشكل ده. السطر اللي بعد كده هرتفع واحد اتنين تلاتة بمسابة عمود وسلسلتين مسافة ولف الشغل. زي ما احنا شايفين كده. هاجي في السلسلة التانية. انا عندي هنا عمود سلسلة عمود سلسلة. هاجي هنا في السلسلة التانية واشتغل حشو. وفوق العمود هشتغل حشو. وعدي هنا في التلات سلاسل هشتغل خمسة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بعد كده العمود هشتغل حشو. والسلسلة هشتغل حشو. وارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمسة سلاسل. واسيب السلسلة اللي هنا. واروح على السلسلة اللي بعد كده. واشتغل غرزة حشو. وفوق العمود حشو. وعندي هنا في التلات سلاسل خمسة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفوق العمود حشو. وفي السلسلة حشو. وقرر. وصلت لنهاية السطر. بعد كده هشتغل سلسلتين. واشتغل عمود فوق تالت سلسلة من سلاسل اللي ارتفاع. بالشكل ده. بعد كده ارتفع واحد اتنين تلاتة. بقى كده تلات عوامين. بعد كده واحد اتنين تلاتة. تلات سلاسل. واجه هنا في الغرزة اللي في النص. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمانية تسعة. اشتغل في الغرزة اللي في النص. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. في الغرزة رقم خمسة. اشتغل عمود. بعد كده واحد اتنين تلاتة. واجي هنا في السلاسل. هشتغل خمس عوامين. واحد. اثنين. تلاتة. اربعة. خمسة. بعد كده واحد اثنين تلاتة. واجي هنا في القرزة الحشو اللي في النص واحد اثنين تلاتة اربعة. الخرزة الخمسة. اشتغل عمود. واحد اثنين تلاتة تلات سلاسل. وعندي هنا في السلاسل في السطر اللي قبله. اشتغل خمس عوامين. واحد. اثنين. تلاتة. اربعة. خمسة. وكرر. في نهاية السطر. بعد ما خدت عمود ثلاث سلاسل. هاجي هنا في الفراغ واخد اثنين عمود. وعندي هنا في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. هشتغل عمود. بالشكل ده. السطر اللي بعد كده. ارتفع واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ست سلاسل. وعندي هنا في التالت سلاسل هشتغل اثنين حشو. واحد اثنين. وفوق العمود هشتغل برزة حشو. وفي السلاسل اثنين حشو. بالشكل ده. واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. واروح على السلاسل واشتغل اثنين حشو. وفوق العمود حشو. وفي السلاسل اثنين حشو. وارتفع واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة. بعد ما اخدت الخمسة حشو. ارتفع واحد اثنين تلاتة. وعندي هنا في تالت سلسلة. لو اخر عمود هشتغل عمود. بالشكل ده. السطر اللي بعد كده هرتفع واحد اثنين تلاتة بمسابة عمود. وسلسلة مسافة. في الفراغ هشتغل عمود. سلسلة. عمود. سلسلة. بالشكل ده. بعد كده عمود في غرزة الحشو. واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اخد عمود. واسيب غرزة وادخل في اللي عمود. بالشكل ده. بعد كده سلسلة. عمود سلسلة. عمود وارتفع واحد اثنين تلاتة. ثلاث سلاسل. وقرر. عمود سلسلة. عمود سلسلة. وعمود في غرزة الحشو. وسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اخد عمود. وسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود. وكرر لنهاية السطر. لو نفتكر نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في المكان ده اللي هي عمود سلسلة عمود سلسلة عمود ثلاث سلاسل وبعد عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود وقرر لنهاية السطر نفس الخطوات بس مع التبديل. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده الغرزة بتاعتنا جميلة جدا. نهاية السطر. هشتغل سلسلة بعد كده عمود. سلسلة عمود. سلسلة. واشتغل واحد اتنين تلاتة. في تالس سلسلة هاخد اخر عمود. بالشكل ده. السطر اللي بعد كده سهل جدا. هنرتفع سلسلة. وفوق العمود هنشتغل غرزة حشو. وعندي هنا في السلسلة هشتغل اتنين حشو. بعد كده فوق العمود حشو. وعندي هنا السلسلة التانية هشتغل فيها حشو واحدة. يبقى كده خمسة حشو. في بداية الشغل. خمسة حشو. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمسة سلاسل. وهاجي هنا. عندي هنا في السلسلة اللي قبل التلات سلاسل. هاجي هنا في السلسلة واخد حشو. وفوق العمود حشو. وعندي هنا في التلات سلاسل خمسة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفوق العمود حشو. وفوق السلسلة حشو. وارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وكرر. السلسلة اللي قبل التلات سلاسل هشتغل حشو. وفوق العمود حشو. وفوق التلات سلاسل خمسة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفوق العمود حشو. وفي السلسلة حشو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. عندي هنا في السلسلة هسيب سلسلة واروح للتانية. هياخد حشو. وفوق العمود حشو. يبقى كده التانية. وعندي هنا السلسلة اللي هنا هشتغل اتنين حشو. وعندي هنا واحد اتنين ثلاثة في تالت سلسلة اللي هي العمود هشتغل حشو. يبقى كده خمسة حشو. هدي حشو. الثانية التالتة الرابعة الخمسة. يبقى خمس غرس حشو في نهاية السطر. وفيه عندي هنا خمس غرس حشو في بداية السطر. زي ما حنا شايفين كده. السطر الاخير هارتفع واحد اتنين ثلاثة بمسابة عمود. واحد اتنين تلاتة مسافة. عندي هنا جوه السلاسل. اشتغل خمس عوامل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. بعد كده واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل. عندي هعد هنا غرز الحشن. عندي هنا تسعة غرز. اعد واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي الخمسة هشتغل عمود. واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل. عندي هنا في السلاسل هشتغل خمسة عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واحد اتنين تلاتة. واسب غرزة تانية التالتة الرابعة وفي الخمسة عمود. واقرر. بالشكل اتنين. وصلت لنهاية السطر. واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل. وعندي هنا في اخر غرزة حشو. اتنين تلاتة 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 ت فسطر الحشو انا مش بعده لان سطر الحشو ده اختياري. بعد كده السطور اللي احنا اشتغلناها زي ما قلتلكو ادي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. يبقى زي ما قلتلكو اول سطر حشو ده اختياري. بعد كده التسع سطور اللي احنا اشتغلناها او التمن سطور اللي احنا اشتغلناها لان السطر التاسع هو السطر الاول. بعد كده بنكرر نفس الخطوات لحد ما بتوصلي للطول المناسب. وبكده الفيديو بيكون خلص معنا واتمنى يكون الفيديو عجبكو. الاول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرر الاحمر اللي تحت الفيديو ودوسي على الجرس عشان يوصل لككل جديد. اشوفكم على خير مع السلامة.